موسيقى عزائي برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة المسيح مدرسة معناها فيه معلم والمعلم معلمنا واحد هو يسوع المسيح ومعناها كمان فيه منهاج بنتعلمه وفي المدرسة دي احنا بنتعلم المسيح الحياة المسيحية ليست شرائع وأحكام لكن الحياة المسيحية حياة تتعاش تتشاف، تتفهم، تتعاش في علاقة حقيقية مع إله حي واللي رأيناه في يسوع واللي سمعناه في يسوع ده اللي احنا بنقبله عشان نحياه ونكون مشابهين صورة ابنه مدرسة معناها تلميذ المعلم بيدور على تلميذ بيدور على ناس يلتصقوا به ويتعلموا منه بكل وداعة وبكل تواضع عشان كده بندعوك حلقة بعد حلقة أن تكون تلميذ للمسيح مش شهر ولا اتنين ولا سنة ولا اتنين لكن رحلة حياتك كلها عشان كده عزيز المشاهد بدعوك في هذا اليوم أنك تكون تلميذ للمسيح في مدرسته العظيمة ليصنع منك إنسان حسب قلب الحلقات الأخيرة اللي خدناها خدناها تحت عنوان ما نسميه مسئولية الإنسان وسلطان الله الصراع ما بين الحاجتين دول اللي اتشفنا أن كمية الأسئلة والمفاهيم المغلوطة والمختلفة اللي اتعرضنا لها هائلة وحاولنا في الدراسة دي أن نشوف يعني إيه سلطان الله كامل ومطلق لكن الله حط قوانين للتعامل مش معقول إنسان مطلق يتعامل مع كائن محدود اللي هو الإنسان بطريقة مطلقة مش أعرف أتعامل مع ربنا مش كده فربنا حط قوانين يقدر فيها يتعامل معنا يحدد فيها دوره إيه ودوري إيه مسئوليته إيه ومسئوليتي إيه فيحترم إنسانيتي وحريتي وكياني فأبقى حر ومسئول وتكلمنا عن الحرية المحدودة وتكلمنا عن المعرفة وتكلمنا عن تأثيري في مجتمع وتأثير المجتمع علي وتكلمنا عن العناصر المختلفة للقانون دوت وفي ظل الفهم دوت خدنا رحلة لفهم بعض القضايا الهامة أو بعض الحاجات اللي يبدو في الكتاب إنها تتعارض مع المنطق دوت المنظم والمرتب الحلقة ديت إحنا عايزين ننزل إلى أرض الواقع إذا أنا مكانك إذا أنت مكاني وفهمت الحقيقة دي فهمت يعني إيه الله صاحب السلطان الإنسان حر أدبيا محدود لكن الحدود ده هي اللي بتديله الحق إن يختار لنفسه ساعدته هنا وساعدته هناك إذا أنا وإنت فهمنا الحقيقة ديت ده يعني إيه بالنسبة لنا بطريقة عملية جاوب على أسئلة في ذهننا لكن ما افتكرش إن المدرسة بتاعت المسيح مجرد بتجاوب على أسئلة إحنا اتفقنا إن الحياة المسيحية مش مجرد قلم ورقة وبنكتب كلام وبنجاوب في امتحان أفتكر الحقيقة دايما أعظم من كده بكتير الحلقة بتاعتنا النهاردة دي عايزين ناخد اللي خدناه في السبع حلقات الماضية في الدراسة بتاعة سلطان الله ومسؤولية الإنسان ونحاوله إلى تطبيق عملي استفاد إيه في حياتي الشخصية من اللي أنا سمعته ده ما عندناش ناس نروح لهم لأنه ما سمعوش معانا مش كده؟ الوحيدين اللي سمعوا الدراسة دي هي حضراتكم والمشاهدين اللي بيتابعونا على شاشات التلفزيون وعلى الويب سايت عشان كده إحنا محتاجين منكم النهاردة إن تبقى إنتوا اللي بتقولولنا وبتعلمونا وبتكلموا الملايين اللي ممكن بتشاهدنا النهاردة استفدت إيه؟ تعلمت إيه؟ إيه اللي ده يبقى في حياتي حاجة تفرق تعمل فرق في علاقتي مع ربنا في علاقتي في نفسي بقى نفسي وفي علاقتي مع الآخرين واتفقنا نديل حياة المسيحية علاقة مع الله علاقة مع الناس علاقة مع نفسي أسأل ولا إنتوا هتتبرعهم إيه اللي كان بيدور في ذهنك في السبع حلقات الماضية وحسيت آه ده فرق ده هعمل فرق ده هيريحني ده هيغير طريقتي ده هيتحداني إيه في اللي أنت سمعت وحسيت أن ده يعمل فرق معك صمت واحدة واحدة هنقول فايدة فايدة فرقت معايا قوي موضوع القدرية يعني يفاكرين إحنا كنا حاجات كتير غلط إنه كله مكتوب وإنه لو مشيت وحصلت لي حاجة وحشة في الطريق أصلا ده كان مقدر وده مكتوب ولو مشيت من الطريق الفلاني ده بدل الطريق ده وحصلت لي فيه مشاكل أصلا ده كان نصيب فرقت معايا قوي قوي يعني إنه إنه مفيش حاجة اسمها مكتوب لازم حاجة هشوفها يعني فعني ريحتني كتير قوي من أفكار غلط كانت عندي كويس يبقى الفايدة الأولينية ارتحت ارتحت من ناحية مين من ناحية ربنا إنه مش كاتب لي حاجة يعني هشوف بالعكس ده هو في صفي هو معايا يعني ارتحت من ناحية ربنا دي نقطة مهمة قوي يعني يعني كان جوايا زعل منه كان جوايا اتهام لي كان إيه 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 أنا عايز أحول ده إلى كلام واضح ده شعور إنتي جواكي أنا ارتحت كويس؟ أنا بسمعك النهاردة ارتحتي من إيه؟ كان عندك أنفلونزا وارتحتي من لا كنت ممكن يكون اتهام خفي يعني ناحية ربنا إنه أحيانا كده بيعمل حاجات مش مفهومة بتصبني بالمشاكل يعني إن أنا مشيت اتكعبلت وقعت خدت الطريق ده بدل الطريق ده فحصلت الكويتش فرقع هنا فيعني أنت عملت كده ليه؟ آه أنت عملت كده ليه يعني كويس دي حتة نقومة قوي إن النظرية القدرية وفكرة إنه كل مقدر ومكتوب وإن الإنسان الدمية في يد ربنا بيحركها أحداث كتير قوي وحشة لو ربنا وراء كل الأحداث ديت حيبقى جواية اتهام لربنا بالظلم صح؟ حيبز علام من ربنا بيقولوا عليك صالح بتعمل كده ليه؟ مظبوط؟ هايل إيه كمان؟ أنا كمان ارتحت قوي من حتة برضو في القدرية ديت فرقت معي كان حصل معي موقف إنه في حد خد من الشغل اللي إحنا فيه حاجة مش بتاعته وإحنا قررنا إنه إحنا نمشي فكانت المشكلة الأساسية لما بحكي مع الناس كانوا بيقولوا لي إنه سرق رزقه ربنا بيدي الرزق لكل واحد هو استعجل على الرزق تخيل إنه ربنا بيدي رزق السرقة ده المفهوم اللي كان اللي جالي من كل الناس إنه ربنا بيدي رزق السرقة في حد ذاته فإزاي إزاي يا رب أنت بتبقى بتضر الناس تانين إزاي يا رب أنت تكون بتسمح بأن واحد يعمل كده أو بتصير واحد يعمل كده إنه يسرق الناس التانية عشان في الآخر يبقى ده هو رزقه فكان انطباعي مع الناس إنه لا يا جماعة ربنا مش بيؤمر بالشر ربنا مش بيخلي الناس تعمل الشر وبعد كده في الآخر يحسبهم فكان فرق معي قوي إنه يثبت عندي عقيدة إن الإنسان حر يختار ما يريد هي دي اللقطة اللي بتأتي هي فرق قوي معي أحكي قصة شبيهة قوي بالله إحنا سمعنا دوت كنت ركب تاكسي مرة وكان في حدث وقتها في الجرايد عن جريمة قتل كده وكان كل الناس بتكلم في الجريمة دي ففجيت بالسائق التاكسي بيقول لي يا بي قدروا فدورت كده فقالت له قدر مات قال لي لا طبعا ده مكتوب له يموت بس ده قدر كمان اللي قتل قلت له إزاي قال لي ماهو ده مكتوب له يموت مقتول ماهو لازم كمان واحد يتكتب له يقتله فزي ما إن ده مكتوب له يموت بالطريقة دية اتكتب لو واحد يقتله فده قدر القاتل كمان الزبط اللي احنا بنسمعه يبقى صورة ايه ربنا في نظري إن ربنا كتب للمقتول وكتب للقاتل يحزبه على ايه وهو كتب له أن يقتل إذا كان لا تقتل وتكتب له أن يقتل متخيلين التناقض الهائل هنا بالضبط زي ما سمعنا القصة الحقيقية دي من الواقع العامل حاجة تانية انبسطت قوي من أنه ربنا ما بيفتقتش زنب الأباء في الأبناء لجل ثالث والرابع أيتين مدمرين جدا وأيتين بيصحح فيهم الرؤية أنه كل واحد يموت بزنبه دي فرقة قوي معي نقطة تانية شفت ربنا أجمل من أول أديه هو يعني يعني أيها لطيف جدا وحقاني جدا ولما بيحط حاجة هو بيعلمني زي أحترم الحاجة بيعلمني أنا حدودي فين وهو بيعمل إيه يعني هو المثل بتاعي يعني لو ربنا بيحط حاجة ويمشي هو أول واحد عليها فما بالك أنا مش هكون أفضل من معلمي لسي لازم أمشي زيه فرقة قوي معي احترام القانون هايل أي كمان كنت في وقت ما ببعد عن ربنا أو يحصل أي حاجة تخلي المسافة بيني وبين أبنا تبعد أو عمل حاجات تزعله كنت بحيث خلاص يا باب أنت أنت السامح بكده أنت لسيبتني أبعد بس لقيت لا أن ربنا في الوقت ده بيكون متضيق أو يتعبان أوي أن أنا ببعد بس مش عايز يخصب علي سايب لي حواية الاختيار أن أنا مرات ربنا بيبقى الشماعة اللي بعلق عليها حاجات أنا اللي غلطان فيها صح؟ أعملت كده أنت اللي خليتني أعمل كده بعدت أنت اللي سبتني أبعد جات لي مشاعر غلط ناحية حد ما أنت اللي حطيت المشاعر فيه مظبوط فإحنا الفكرة ديت بتخلينا بسخول أو بنهرب من وجهة المسئولية بتاعتنا لأن بنعلق أخطأنا على الشماعة الإلهية أنا بتكلم صح؟ شكرك هايل إيه كمان؟ في الحقيقة هي دراسة عميقة وصعبة شوية للحق الناس بدروسها تترس من جديد وتتتتعمل للناس تدرس أكتر بس أنا كلم إزاي الناس البسيطة يعني في أسئلة مثلا واحد يسألها لي في الشارع يقول لي طب ليه ربنا بيخلي العائل يعيا فمش ممكن أحكي له الدراسة كلها فإيه الطريقة المبسطة إنها قدر أرد عليه السؤال هنا إذا أنا فاهمك إن الدراسة دي مركبة قوي الناس بتسأل أسئلة بسيطة عشان أجاوها مش قدر أقول لها لسبع محاضرات دول فلو جاء قال لي ليه الطفل بيعيها أظبوط إيه الإجابة البسيطة لبعض الأسئلة المحددة أفتكر حتلاقي من وسط الدراسة دي إجابات محددة الأسئلة محددة يعني لو جئنا قلنا ليه ربنا بيخلي طفل يعيه إحنا اتفقنا الله لا يجرب أحد بالشرور فكل تجربة بالشر مصدرها مين المجرب وشر الإنسان فاكرين قلت أنا بجرب من الشرير ومن شر الإنسان مش من ربنا فسهل قوي إن أول حاجة بغيرها في ذهن الناس إن مين قال إن ده ربنا إنت افترط إن ده ربنا بناء على القدرية إحنا لا نؤمن بالقدرية إحنا نؤمن بالحرية ونؤمن إنه الشر مصدره الشرير إبليس واستخدام الله للأشرار ليأذوا الناس فالمرض مش من عند ربنا فأنا كده أنا جاوبت إجابة صحيحة أنا بنحاول نقول له ليه بينما هو السؤال نفسه غلط فأقول له سمحني السؤال غلط إنت بنيت سؤال على عقيدة هي مش موجودة فأنا مش محتاجة أقول المحاضرات كلها فبالطريقة دي خلي بالك إحنا دينا لك في الدراسة دية أسباب جنب بعضها بتكمل الصورة أحيانا بيبقى السؤال في قطعة واحدة من البازل فأقدرسها بالقطعة دي وتجاوب السؤال وأحيانا حتطر أقول له طب تعني نقعد بقى ونتبع على ورقة ونقول هو القانون إيه واحد اتنين تلات اربعة خمس ست تفاكرين تقريبا أغلب الأسئلة بتبقى بسيطة زي دي أقدر أسحب كارت واحد وقول له الكارت ده بيجاوب على سؤال حضرتك هو برضو يعني أنا عندي شوية حتة يعني سؤال في الحتة دي قوي أنتوا دخلتوا في أسئلة إحنا تفقنا تعلمنا إيه هنا يعني أنا حاجات كتيرة قوي فرقت معي أولها قلب فرعون يعني حسيت أنه أن ربنا بينفع يستخدم يعني الأساوى اللي في المجتمع حوالينا وفي قلوب الناس حوالينا ويعرف يستخدمها لخيرنا والحاجة تنمينا إحنا وتعلي الحق في حياتنا يعني وتطمننا هي بتطمنني وأكتر أكدت جوايا قد إيه ربنا صالح بس أنا عندي سؤال تقدّلي ما لم تقولت حاجة كويسة من حاجة تسألي طيب هو بس يعني في حاجات كثيرة قوي في كل يوم بتعز علينا وتساؤلات حتى بتبقى أجوانا إحنا مثلا حاجة زي الارتباط مثلا أوكي لو أنا مشاعري تحركة ناحية حد ما أنا مشاعري برضو يعني أنا بشوف وجهة نظر الشخصية أن المشاعر زي حاجة مش حاجة قوي بينفع تحكم فيها بقراطي ومشتول البقاء بيأخد كرارات في مشاعري يعني وفي الآخر الحد ده ارتبطنا واشتنا حياة وحشة قوي وشوفنا بعد كده أيام سودع يعني فده انت لسا مرتبطيش الحمد لله لا لا نشكر ربنا أيوة أوكي أحيجي برضو زي المذاكرة يعني لو أنا ذاكرت لا لا ناخد دير ففين السؤال السؤال هو إنه ليه ربنا ما تدخلش في الحتة دي يعني يعني هو ربنا عارف كويس قوي إن أنا مشاعري اتحركت أوت وانا ما كنتش عاملالها كنترول وهو ربنا خلق المشاعر في ناس كتير قوي بيتولدوا مرضى فده ربنا ده لا لا ناخد واحدة واحدة احنا دلوقتي في قصة عملية اللي هي موضوع الجواز أفتكر دي قضية مهمة جدا بالذات تتعلق باللي احنا تكلمناه فده مثل هائل اللي حقيقة مفهوض أتعلمها أو درس عملي تطبيقي من اللي احنا سمعناه احنا بنعمل ايه بنقول مشاعري مش مش في ايدي فما إن مشاعري اتحركت ناحية شخص إيبازا ده ربنا وانقان على الدراسة كلام ده صح ولا غلط مالوش دعوة ربنا دي مشاعري وحناخد حالا في الفصل اللي جاي من الدراسة بتاعتنا البابي جاي دراسة الانسان وفي الانسان هنتكلم بقى مين الانسان والمشاعر دي موجودة فين في الانسان وربنا بتعامل مع ايه وبتعاملش مع ايه يعني هنتكلم عن خريطة الانسان والانسان ده بيشتغل ازاي وربنا بيشتغل منين والعالم يعني هناخد ده عشان هنكتشف ان المشاعر ربنا مالوش دعوة بيها كويس انا مشاعر اتحركت ناحية انسان وارتبطت بيه ونتيجة هذا الارتباط طلع الشخص ده مش مناسب وعيشت حياتي عيسى باجي اقوله ربنا انت ليه ما اتدخلتش صح الدراسة دي بتقول لي واحد ان ربنا بتدخل بقدر ما ايه ما انا بسمح له واحد ما مش بتدخل غصبا عني اتنين ان التدخل الالهي مرتبط بدور انا بعمله صح دايما انا عندي حرية ومسؤولية وفي دور فدايما في دور الهي وفي دور انساني زي قبر العذر دور انساني اني اضحرج الحجر دور الهي اني يقيم الميت انا ما اقدرش اقيم الميت بس اقدر اضحرج الحجر اضحرج الحجر انا اقيم الميت مش اضحرج الحجر انا مش اوقيم المية. طب ما انت تقدر تعمل ال اتنين اعمل ال اتنين. يبقى ما اشتركناش. يبقى فيه سلطان الله وما فيش مسؤولية الانسان. خدت بالكم. فالمشاهد دايما ان في كل حاجة بتحصل في دور الهي في دور انساني. والدور الالهي متوقف على الدور الانساني في الحياة الشخصية. في الادوار العامة زي الخلاص ما توقفش على الدور الانساني. لان ده ربنا بيعمل حاجة للبشرية كلها. فمش استنى فلان او علان. هيعمل هو الدور ده. لانه مش بيلمس حياة شخص. عشان كده فرقنا ما بين التدخل الشخصي. لو فاكيني في الدراسة. وما بين التدخل الايه? العام في التاريخ. وقلنا التدخل في التاريخ مش بيمس حياة الافراد. فما اثرش على الحرية الشخصية. فاكريني الكلام ده ولا نسيناه ها? حاجة لموضوع الارتباط دوت. الارتباط بنقول ايه? ان افضل حاجة عشان اضمن ان هذا الارتباط في مشيئة ربنا. ربنا عايزني انا احب الشخص. وعايز يقودني هو ليه? يعني عايز في الاخر اقول انا وربنا عايزين نتجوز ده. صح? لو فرضوا علي. لو جاء لي. سامح. اتجوز ايمان. مش بحبها اتجوزها. وعلى ضمانتي. صح كده? اروح اقول لها ايه? اقول لها انا مش بحبك بس ربنا بيحبك فانا هتجوزك. مش هترضى بيا مظبوط. دي حلاقة انسانية. فبنقول انه في الامور دي انا وربنا عايزين نمشي مشوار. لقيت عندي مشاعر. لو قلت المشاعر دي من ربنا اتحكت على روحي. وبنيت. سكتي على حقيقة من الاول غلط. بقول لي مشاعر دي دي رد فعل. عجبني طريقته. عجبني شكله. عجبني تعامله معايا. بركن المشاعر على جانب. مشاعر حاجة جميل بس حطه على الرفة. وبتدي انا وربنا نمشي مشوار. اني اكتشف انا مين. هو مين. بس في الاول انا مين. هو مين. احنا بناء على اللي قاله كتاب. كل واحد للتاني موعين نظيره. ففي مبدأ في الكتاب في الارتباط. ربنا قال لنا ايه هو الارتباط. قال لنا الارتباط موعين نظيره. كويس. طول السكة انا وربنا عاملين نتكلم. وريني انا مين. وريني هو مين. وريني ان فيه ما نسميه في علم الطب ماتش. زي زي الدم عشان نقلم بعد. وفي علم كمان الزواج بيكلموها ماتش. انه ان فيه تجانس. ان فيه توافق. ان حنركب في بعض. بحيس ما نخرش مية. مبقاش فيه سقوب في العلاقة دي. فنقدر نكمل بعض ونتجانس مع بعض. فيبقى فيه المعين اللي نظيره. نشبه بعض قوي بس مش زي بعض بالزبط. فنوعين بعض من غير ما نبقى خلف خلاف بعض. ففيه دور علي. اني اكتشف ارادة الله. اني اكتشف نفسي. اكتشف هو. واكتشف مقدار التوافق والتجانس اللي بيني وبينه. دور علي. لو انا قلت له رب يعني بص انا بسلمك الموضوع و لو منك اعمله و لو مش منك اعمله. انا عملت كده ايه? انا مش اتكلت على ربنا انا عملت ايه? انا تواكلت. انا مش اتكلت. ده قدرية. ده قدرية مقنعة. اللي احنا بنقوله اتكال وليس تواكل. النظرية دي بتدعوني الى اتكال وليس تواكل. في الاتكال انا عندي دور وربنا عنده ايه? دور. دوري صغير. دوري كبير. بس من غير دوري هو مش بيعمل ايه? دوري. دوري هو اللي بيسمح له انه يتدخل. قل لي انا مين? قل لي هو مين? قل لي احنا ننفع بعض ولا لا? مش حمشي ورا عواطفي. حمشي ورا الاستنارة الروحية اللي انت بتدهاني. مش هتحك على روحي. واضح اللي بقوله. لو قبلت مشاعري قلت مشاعري من ربنا ومشيت وراها. انا عملت ايه? انا اتحكت على روحي. ومنعت ربنا يتدخل. اتنين. اكتشفنا ان احنا مناسبين لبعض. هل ده يضمن اننا هنعيش حياة سعيدة? خلاص يا رب? هو منك? وهي منه? الامين يا رب? هنعيش اسعى اتنين. لا بيقول ان الحياة الزوجية لها مبادئ تتعاش. عطاء وحب وطواضع واخلاق وغفران. ما عشانيش حياة سعيدة. واضحة بقول ايه? فدايما انا عندي دور. وربنا عنده دور. وده مش مرة في الحياة. ده كل يوم في الحياة. سعيتها مع عمري ما عمريش هقوله ربنا ليه كده? بالحقس سعيدها كل يوم هقوله رب مش حارف اشكرك ازاي? مش حارف اشكرك ازاي? اني عارف اعيش? الحياة دي بالروعة دي بالجمال ده. وسط عالم الزوجين السعادين النهاردة ظاهرة نادرة. خمسة في المية سبعة في المية سعادة. والبقين كلهم مش طيقين عشتهم. لان في مبادئ في دور انساني في دور الهي. للسعادة. وده اكبر مسل السعادة في العلاقة الانسانية هو اختيار شريك الحياة. انا جاوبت? اوكي يعني لو اعتبرنا برضو انه حتى الارتباط ده في جزء اختياري. بس في حاجات انا مش بختارها. وحاجات بتوجعني قوي وبتازيني قوي. وانا شوية بتبقى محك انه هل ده من ابليس ولا ده من شر الناس مش عارف يعني. يعني مثلا لو ام وتولد ابنها مريض. وبعد وقت الابن ده راح السماء. فالولد ده عمل ايه? وجر بازده علشان يتقذي بمرض او من في البني ادمين ازايا فعي العاية دوت. وحتى لو هو راح السماء. انا زنبي ايه ان انا اتقذى بهذا القدر من الالم. اه خليني اقول ان قضية الموت احنا ما اتعرضنا لهاش. صح خالص? احنا حنيجي حلقة كاملة حنتكلم عن الالم في المدرسة دي. الالم. ونحط كده العناصر بتاعته الوحدة ونتكلم عن مصادر الالم وانواع الالم. لكن انا مش عايز اهرب من السؤال ان الموضوع الموت. الموت قضية احنا فهمينها غلط. في حياة اللي ليهم رجاء في الحياة الابدية. الموت نصيبة? مؤلم بس مش مصيبة. مؤلم للي مات ولا للي باقي? مش للي مات. زنب ايه انه مات الطفل ده ما عندوش زنب خالط بس رايح. ننتقل الى مكان افضل. زنب ايه الام انها تقلمت? اتقلمت للفراق. احنا ليه بنتقلم في الموت زيادة عن اللزوم? زيادة عن ما ينبغي? لان احنا عندنا فكرة غلط. اللي هي ايه? اننا بنى امتلك احباء. ابني ده ايه? بتاعي. ها? جا ربنا اخده. بزعل من ربنا. لو انا فهم من الاول ان ابني ده وديع ربنا جاء لي خلي ده عندك خلي بالك منها. حاجة اخدها. بكرة بعد وبعد سنة بعد عشرة بعد عشرين حاجة اخدها. دي وديع دي بتاعتي. انا سايبة عندك خلي بالك منها. جا بعد يوم قال لي هاخدها. جا بعد سنة قال لي هاخدها. جا بعد عشرة سنين جاء قال لي اخدها. هزعل قوي? مش هزعل قوي. يعني هيفرم معايا. صح? بس مش هزعل قوي. لكن لو انا فتقرت ان دي بتاعتي. ها? وجا ربنا اخدها. هزعل من مين? هزعل من ربنا. دي المشكلة. في فرق بين حزن الفراق. في فرق بين دي هزعل من ربنا. انا بزعل من ربنا. لاني امتلكت اشخاص. والانسان مش من حقه يمتلك حد. انا مش من حق يمتلك ابني. مش من حق يمتلك مراتي. مش من حق يمتلك حد. دول ملك لخالقهم. مش ملك ليا. احنا بنحزن حزن مقلم بسبب دوافع عندنا. بسبب تملك عندنا كبشر. من حق يأحزن للفراق. من حق يأحزن للفراق. المسيح عند قبر العزر بك. صح؟ بك. هو عارف ان هقومه بك. فالمشاعر الانسانية المبنية على الحب جميلة وربنا يسقف لها ويحييها. لكن المشاعر الحزن المبنية على الامتلاك والغضب. دي نتيجة دوافعنا الغلط. ومبادئنا الغلط. وقيمنا الغلط. اللي محتاجة تتصلح من اول اليوم. فخلي بالكوا ان قضية الموت احنا اصلا بنبص لها من منزار خاطئ. لو بصنا لها صح. حيبقى ما عندناش اي سؤال فيها. ليه ده مش يبدري؟ لان مش وره خلص. لانه خلص دوره. في واحد عنده ست شهور. خلص دوره. اه. في واحد عنده ست سنين. اه. في واحد عنده ستين سنة. اه. في واحد عنده. اه. المسيح مش بدري. احنا المعبدان مش بدري. الناس كتير عظيمة مش مش بدري. لانه خلص. برافع عليه. خلص بسرعة. الرسالة بتاعته في الحياة خلصت. طب ما يعيش شوية يا جماعة. الابدية بمقارنة بالحياة على الارض. الحياة الارض دي ولا حاجة. دي دي. ست سنين من ستين سنة ولا حاجة خالص. اه. عشرين من مية عشرين. ولا حاجة خالص. المية سنة دي كم يعني مقارنة بالابدية. هي ولا حاجة خالص. هي ولا حاجة خالص. مش ماخدش فرصته. هي ولا حاجة. يا ولا حاجة. يا ولا حاجة. فالموت نقطة واحدة بس فراق. الى حين. من حقنا نحن. ولما ربنا بياخد حد عزيز علي. وانا بتقلم له فراقه بيقول انا هحل محله وعوضك. لو انا بحب ربنا اقول له. لأ انا عايز هو. ولو انا بحب ربنا اقول له. شكرك. انت اكيد هتعوضني اكتر. تعامين بقول ايه? لو انا مش بحب ربنا اصلا. طبعا مش عايز ربنا. ها? ولا عايز هو. ولا عايز حاجة انا كارهة عشتي اصلا. يعني افهماني? فهي قضية تانية خالص. يعني وانا عايش بعيد عن ربنا. الموت بالنسبة لي نهاية وغضب وسواد وكحل وكرسة ومصيبة من كل ناحية. وانا عايش مع ربنا النظرة بتاعتي للموت. قصة تانية خالص. شكرك بيقول الكتاب. لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. قضيتنا في الموت تحترف خالص عن اللي برا دائرة النعمة والايمان. خالص. هنا الموت حاجة. وهنا الموت مصيبة. وملهاش حاجة. عايز ارجع للتطبيقات العملية للدراسة بتاعتنا اللي احنا اخذناها. ده يفرق معايا ايه في حياتي الشخصية. اه فرق معايا قوي انه احيانا كتير كنت بكلم حدا عن ربنا وهو مصمم ان مش عايز يغير رأيه عن ربنا. فكنت بزهق واقول خلاص ربنا لو عايزه هو يجيبه بقى. هو اللي في ايده وهو لو فعلا انسان اختاره يبقى هو اللي هيجيبه وانا مش ههدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء ويقصي من يشاء. ففرقت معايا قوي انه المتلقي ده ليه دور اللي سمع الحق ده ليه دور في انه يقبله او يرفضه. وكمان فرق معايا ان انا يفضل ليه دور اني اصلي عشان اقصر بالايجب. ان ربنا يتدخل بطريقة يمكن تناسبه اكتر يمكن يكمل معاه اكتر. ففرقت معايا قوي انه مش اللي هو ربنا لو عايزه هيجيبه ويمكن هم قسي قلبه عشان هم مش مختاره. فرقت معايا قوي قوي قوي. هايل. عندي عندي تعليق هنا خليني اقوله قبل ما نسمع حتة جديدة. عندي اهم حاجة في الدراسة بتاعتنا كانسان ليه علاقة مع ربنا لو فهمت الدراسة ديت هكتشف ده انا لي دور ومسئولية هائلة نحو الاخرين فوق ما اتخيل. انا مش بخدم ربنا في حياة الناس عشان اللي اكليل في السماء. لا 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 لا. انا مش بعيش الحياة المستقيمة وبنادي بالانجيل وبصلي لاجل الناس عشان كده يعني بقدي دور يعني هو دور قليل بس يعني بقديه عشان في الاخ ربنا يسقف لي اقول لي نعما ايها العبد الصالح كنت امينة في القليل اقيمك على الكثير. لا. الدراسة دي بتقول لنا ان دورنا في تغيير العالم اللي حوالينا هائل مع انه دور صغير. لان ده الدور اللي بيسمح لربنا بقدرته السرمدية ولهوته انه يعمل ايه؟ انه يتدخل. ده الدور اللي بنرفع بيه الحجر عشان هو يقيم لعازر اللي انتن اربعة ايام في القبر. ومن غير الدور ده يبقى لعازر في القبر. خلي بالكم الحكاية دي الدراسة دي بتحطنا مسؤولين ككنيسة عن الامة اللي بنعيش فيها. ان الكنيسة مسؤولة عن امتها اللي عايش فيها. الكنيسة دي الف الفين عشر تلاف ايا كان مسؤولة عن امتها. هي اللي بتفتح الباب لربنا ان يأتي لهذه الامة. تفتح الباب عشان الشمس تشرق وتضيء هذا المكان. او بتبقي الباب مغلق. خلي بالكم من الفكرة دي دي اهم حاجة في الدراسة. مش بس بتصلح صورة ربنا. مش بس بتنقلني من التواكل الى الاتكال واني بقوم بدوري في حياتي عشان اختبر ارادة الله في حياتي زي قصة الزواج. لكن التطبيق التالت ده في غاية الاهمية. احكي قصة تعبر عن الفكرة دي. شاب صغير اعرفه بعد ما اختبر اللي امتلأ بالروح القدس وامتلأ غير انه يكلم صحابه عن المسيح. فراح الواحد صاحبه وابتدى يكلمه عن ربنا وتشهد له مسيح بيحبك ومات من اجلك وانت لازم تدي حياتك للمسيح. مرة واثنين وثلاثة وبعند صديقه ده قال له بص انا زهد. نتكلم في اي موضوع تاني. ما تكلميش عن ربنا. انا مش عايزه. انا مش عايز اعيش معاه. انت مالك. انت مالك. فالشاب ده جاوب صاحبه وقال له انا مالي. يعني انا مالي. وما انا عايش ليه. انا عايش شان انت تعرف ربنا. ازاي انا مالي. دي قضيتي. وانا. هي دي دي قضيتي. قضيتي انك انت صاحب تعرف ربنا. قال له خلاص. تكلمني المرة دي بس. وما تكلمنيش تاني. قال له ماشي. فابتدى يكلمه تاني. فتأثر وقرر يسلم حياته المرة الاخيرة دي. لو انا بقول دي مش قضيتي انا مش هكمل اخبط. خلاص وانا مش عايز يتفلق. وبعند بالذات لهو بقى مش من مختلين اصلا بضع وقتي. فاهمين بقول ايه. لكن لو انا دوري ده مهم. لان دوري ده اني اعيش. واشهد واصلي. اني اعيش. واشهد واصلي. اني اعيش الحب. اشهد. واصلي. ان التلات حاجات دول بيفتحوا طاقة السماء. ان ربنا يتدخل. يتدخل. عشان يعلن نفسه. وعشان يلمس القلوب. وعشان ينخص القلوب. عشان تقبله. يعني هربيض. مصير امتنا. فرقابتنا. ايات بتقول كده. طلبتوا من بينهم رجل. يقف في الصغر امامي. ويابني جدار. ويصرف غضب عن شيء. لم اجد. اهلكتهم بغضب. اواجدت. فلم اقول لكم. مدتهم فرصة للتوبة ولا الرحمة. مش كده. وبنشوف القصص دي في العهد القديم. موسى وقف. امام ربنا. لما الشعب عبد البعل بعد ما شافه الجبل بيدخن واعلن مجد الله. وقف امام الشعب. فربنا رحم الشعب. ودهم فرصة تاني. معين ربنا قال له سيبني اهلكم واصنع منك امه. وتبقى بني اسرائيل تبقى بني موسى. قال له لا لا لا. يتسمحهم يموت معهم. بص بص الصلاة يموت معهم. دي الصلاة المؤثرة لان انا حطيت نفسي مكانهم. انا بالنيابة عنهم طلط رحمة ربنا. فربنا رحمهم. زي يونان اللي كنا بنحكي عنهم. مش كده. راح قال الرسالة اللي حتغير حياة الناس. وهم ما تابوا. لو ما قالهاش حيتوبوا ازاي. كيف يؤمنون بمن لم يسمعوا به. مش كده. فالله محتاج الانسان عشان يوصل للانسان. محتاج له عشان يجسد الانجيل. عشان ينادي بالانجيل. عشان يفتح طاقت السماء من خلال الصلاة. هي الصلاة هتغير الدنيا؟ اه هتغير الدنيا. دي اهم رسالة عايزين نخرج بيها من الدراسة بيها. اننا لاننا احرار في المسيح. عندنا مسئولية اننا نعكس ضياء المسيح للمنطقة المظلمة اللي محيطة بيها. عندنا الحق ده. لاننا احرار. لو انا مش حر. يبقى انا مش مسئولة. ومقدرش يعمل حاجة. لكن لاني حر. وبقردتي الحرة بقدر يقصر. زي الاشرار بقردتهم الحرة بيقدر يقصر. بيقدر يزبح ويهلك ويدمر. احنا نقدر نبني ونقيم ونحرر ونطلق الاسر. فاهمين بقولين؟ لو العدو بيستخدم حريته ديت عشان يدمر. واحنا مش بنستخدم حريتنا دي عشان نبني. العالم يخرب. لكن لو احنا استخدمنا حريتنا ديت. زي ما اتفقنا في الدراسة. النور اقوى من الظلم. الحب اقوى من البغضة. يد الله اعظم من يد ابليس. مش كده؟ الاشرار يطلقون يد ابليس لتدمير العالم. لو الابرار اطلقوا يد الله لخلاص العالم. يا ضلق اعظم. بس احنا اقلية بس الادى معنى اقوى من الذى في العالم. الذي فينا اقوى من الذى هو ضدنا. فاهمين بقول ايه? ابليس مش عايزنا نصدق النظرية دي. ابليس مش عايزنا نؤمن بالحكاية دي. عايزنا نؤمن بالقدرية. عايزنا نؤمن بالاختيار. عايزنا نؤمن بالحاجات إيه اللي دخلي نغسق إيديا نقول إحنا ماناش دعوة وربنا عايزنا نؤمن باللي بنقوله دا لأن ده اللي بخلي نقوله روحنا إحنا لينا دعوة إحنا لينا ده ما تقوليش ملكش دعوة أيها أنا ليا دعوة أنا هنا عشانك أنا هنا عشانك ولما أقوله روحي أنا هنا عشانك هعمل فرق لأن معنا رب إلهنا أرجو الفكرة دية توصل لها كان في شغلي عايز معلومات كتير وعايز معلومات جديدة كل يوم بس اكتشفت انه في موضوع صغير قوي كنا بنتنجش فيه الصبح عادنا عندنا لقيت عندي انصاف حقائق رهيبة يعني اكتشفت انه انه مهما كانت المعلومات العامة اللي انا باخدها او في شغلي اوتاع انا ما عنديش معلومات كتابية واضحة فانه محتاج فعلا كنت اجي المدرسة عشان افهم محتاج قوي انه حتة صغيرة قوي زي فرعون في خروج تلاتة تسعتاشر ربنا عارف انه فرعون قلبه قاسي لكن انا معلوماتي عن فرعون انه ربنا هو اللي قاسي قلبه والموضوع مختلف تماما ده ربنا يعلم مسبقا والتاني تمثيلية ربنا عامل كده الفرعون عشان تبقى تمثيلية كبيرة ويطلع شعب اسرائيل بمعجزات فضيعة من ارض مصر فكان عندي تساؤلات في الحتة دي اكتشفت انه تساؤلات مش في المكان تساؤلات مش في الانا اللي مقاريتش كويس انا اللي مش فهم كويس انا عندي عنصاف حقائق محتاجة تشجع ان انا اكون موجود في وجه تناس ادرس والتلمز عشان اقدر اخرج في الاخر لنفسي والغيري انا فعلا امين هايل في حتك رافق ايدو ايه هنا كمان بليز معانا كلام حضرتك اللي فات ان انا لو ربنا مديني مواهب كتير قوي لكن ده لازم يكون دوري الاساسي ان انا اكلم الناس عن ربنا حتى لو ربنا مش مديني موهبة ان انا اتكلم مع الناس بس ما بعرفش اتكلم مع الناس ده دور اساسي عندي حتى ربنا مديني مواهب كتير غير ان اتكلم لا لو انا ما عنديش موهبة اني انا اتكلم مع الناس هيبقى اقل حاجة في دوري اني اتكلم مع الناس انا عندي تلات مسئوليات كابن لله بعيش في الملكوت اني اعيش الملكوت اللي هو الحب مع ربنا ومع الناس اعيشوا اكون رسالة الحب وجسد الحب واحد مش محتاجة مواهب دي محتاجة علاقة حب مع ربنا مظبوط اتنين محتاج اكلم الناس عن ربنا انا مش كارز مش هعرف اوصل رسالة الحياة الجديدة لكن اعرف احكي عن ربنا ميقوله في حياتي كل واحد ربنا لمس اقول له اذهب خبر بكم سنة عن ربك ورحمك بحكي ربنا عمل معي ايه محتاجة موهبة محتاجة موهبة كنت اعمى وفتحت كنت خاطي وربنا توبني فتوبت كنت بعيد وربنا رجعني كنت يائس وربنا اداني الامل مظبوط بحكي ربنا عمل معي ايه مش محتاجة موهبة ممكن واحد بقى بيعرف يعلم ممكن واحد بيعرف يوعز ممكن واحد بيعرف بقى يكرز دي موهبة زيادة فبقناع الموهبة باستخدمها لكن كلنا مطالبين ان نشهد ان نشهد عن نعمة الله اللي افتقدتنا صح كده ثلاثة نصلي مش محتاجة موهبة ان اصلي مش كده محتاجة ركب ان اركع وابكي اخواتي اصرخ من اجل اخواتي اللي بوعاد عن ربنا وقوله يا رب اعلن نفسك زرهم افتقدهم وصلهم مش كده ودي اكتر طلبة مجابة احنا بنشوف الحكاية دي الايام ديت صح؟ اكتر طلبة مجابة اكتر من اي حاجة تاني روح لهم بيروح لهم بيعلم نفسك بيعلم نفسك على طول على طول لان دي مش شئة قلبه فاول ما بنطلب هو عايز يعمل ليه بيعمل ان هو عايز يعمل بس مستاني نطلب لانه مش بيفرض نفسه عن ناس انا نيابة عن فلان وقوله يا رب روح له ان انا بديك حق انك تروح له النهاردة هو ما دعنيش انا بدعوك ربنا يقول لي هاعتبر دي دعوة منه ها هيروح له احنا اتفقنا مش بيفرض ايه نفسه اقترب الي اقترب الي الصلاة انا بحل محل شخص وبدي ربنا الحق انه يجي لي ده مش معانا انه هيقبل بس ربنا هيروح له في المتاني فالثلاث حاجات المطلوبين كنا انا عرف نعملهم اربعة بقى كل واحد بحسب الموهبة انت بتفهم في التكنولوجي والتصوير زي اخواتنا اللي وقفين ورا الكاميرات ديت بيصورونا وبيزيعونا وهكذا ده بيعرف يكتب بيكتب ده بيعرف يصور يصور ده بيعرف يعزف بيعزف ده بيعرف يرنم بيرنم الموهبة دي بحسب ما اخذ موهبة بيخدم بها الاخرين دي حاجة ربعة غير التلاتة دول التلاتة دول مش محتاجين مواهد انتفعنا؟ عايز اشكركم على اللي انت قلتول انا افتكر ده احنا قلنا اهم تلات اربع حاجات مهمة جدا في الدراسة ديت اني انا استريح من نحو فهمي لله العادل البار الرحيم اتنين الفرق بين الاتكال واه التواكل فرق هائل حاجة التلتة مسئوليتي تجاه العالم اللي انا بعيش فيه تلات حاجات دول اهم تلات طبيقات كنا نحب نطلع بيهم اشكركم انه حضراتكم نبتوا عن المدرس المدلس اننا نعكس الصورة ديت لينا اكتب ده في قلبك اكتب ده في قلبك وجرب تعيشه حتى اكتشف طرق الرب مستقيمة في طريق احكامك انتظرناك فلما بقف في سكته بلاقيه لما بقف بره سكته مش هلاقيه محدش بيستنى الاطر في بيتهم صح؟ عايز استنى الاطر واركبه بروح المحطة بروح المحطة بل الاطر بيجي في معاده مش دايما لكن في مصر لكن عادة مفروض يجي في معاده طرق الرب مستقيمة الابرار يسلكونا فيها الى ان نلتقي في حلقة جديدة من مدرسة المصيح ربنا يبارككم ويضيء بوجهه عليكم ويرحمكم امين عزيزي المشاهد في ختام حلقتنا برحب بيك تلميذ في مدرسة المصيح وبشجعك انك تواظب وتداوم في المدرسة دي اللي بصلي انها تكون نور واعلام في طريق رحلتك مع يسوع عشان كده بشجعك انك تكتب لينا وترسلنا على الويب سايت تحل الامتحانات اللي موجودة وتبعث لنا الاسئلة اللي انت مش فهمها انا عارف ان المدرسة دي بتصير تساؤلات وحاجات جديدة يمكن بالنسبالك واحنا عايزين نقف جنبك ونشجعك انك تعيش للرب بكل قلبك امين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة